بعد تفقده للمشاريع الحيوية في الموصل ولقاء قيادة العمليات ورؤساء الأجهزة الأمنية في اليوم الأول من زيارته استهل رئيس مجلس الوزراء محمد شيعا سوداني يومه الثاني في نينوى بلقاء الحكومة المحلية حيث شدد على أن رضى المواطنين هو المقياس لتمييز أداء إدارة المحافظات وأن زيارته هذه تأتي للوقوف ميدانيا على أهم المشكلات والعمل على حلها واستمرار المتابعة بعد ذلك منذ مباشرة الحكومة لمهام أعمالها كان بصحبتنا الوزراء فيها منهجية تعتمد على الاستماع لكل فئات أبناء المحافظة بدءا من الحكومة المحلية بدوائرها وانتهاءا بالمواطن هو اللي أشر علينا يقول هذه الحكومة بدوائرها قدمت خدمة قدمت منجز قدمت أداء واحد من معايير تقييمنا للمحافظة هو مستوى رضى المواطنين وخلال لقائه بممثلين نوافي مجلس النواب دعا السوداني إلى الابتعاد عما أسماها المصالح الفئوية والتوجه نحو المصلحة العامة للمحافظة وسكانها واعتماد مبدأ المواطنة أساسا في معالجة القضايا والملفات المهمة رجال دين وشيوخ العشائر ووجهاء وممثلوا اتحادات ونقابات مهنية وقطاعية فضلا عن مجموعة من الناشطين كان لهم نصيب من لقاءات سوداني الذين طرحوا مشكلات وملفات اقتصادية وصحية ما تزال ترهق المواطنين في نينوى شاركنا نحن الشباب أيضا في هذه النقاشات وطرحنا هموم أهلنا طرحنا أزمة السكن طرحنا مشكلة توسعة المدينة طلبنا بتوسعة المدينة بالشكل الذي يرضي كل المكونات ولا يسبب أي إشكالات أو مشاكل اجتماعية كذلك طالبنا بدور أكبر للحكومة المركزية في مجال الصحة في متابعة اعمار المستشفيات المتلكة ملف الأقليات الدينية والعرقية يحظاه والآخر باهتمام السوداني إذ أكد خلال لقائه بأمير الأيزيديين في العراق والعالم وبابا شيخ الديانة الأيزيدية التزام الحكومة برعاية المكون الأيزيدية ودعم حقوقهم وتأهيل مناطقهم ضمن البرنامج الحكومية بما يسهل من إعادة النازحين إلى مناطق سكناهما فيما توجه سوداني نحو سهل نينوا للقاء زعماء وممثلي المكونات واستمع إلى مطالبهما نتمنى أن يحل المشاكل الموجودة في محافظة نينوا بخص المشاكل المناطق ما تنازع عليكم الأقليات ساكنين بي يعني تعرفوكم مشاكل ما بين الأقليات هو المشاكل السياسي عسكرية وبسبب الظروف الجوية قالت مصادر رسمية في نينوا إن السوداني أجل زيارته إلى قضاء سنجارة التي كانت ضمن جدوى لأعماله اشتركوا في القناة